أنا باستغرب ناس ليه أسي ما عندهن غيره في دين الله تعالى والله تلقى قاعد في طربيزة وجنبه واحد تاني وجنبه مزيع وده باعتز بمنهج الباطل وده قاعد وده بضعا في ده وفي منهجه وفي مشائخه وفي عقيدته ويضعا في عقيدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعاديك عشان العقيدة دي ويتا قاعد سايق وقواس مشتركة زي ما فعل ود البلة ما بتعرفوا محمد إبراهيم البلة والليس هو منه محمد منه مشاه ود البلة زي ما فعل والشغل دي والناز يقول لنا حدا الدنيا الشغل دي قدام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا انت ما تبقى سبب لضلال الخلق إتا قال ابن تيمية رحمه الله ومن ناظر فغلب فلا حجة له عند الله قال لأن المنهج لا يغلب وإنما غلب من أجله هو قال الحق ده ما بيتغلب لكن غلب هو بسببه هو انت بتناظر عن الحق وعن الله ده يجي استهتر بك وإنت لا بيتساي وقواس مشتركة مشتركة بتعشنه انت بتقول الله نادو الله براه إذا انت بتقوله بتقول نادو الله براه وده بقول لك في كربك عنده شيوخه بقوله كذي بتغيثك جنده وجاب له عبارة أنا والله استغربت مرة واحدة ده البيجاي ده الصوفي قال ليه وانت قال ليه وانت الكلام اللي بتقوله ده أفراد الصوفية وجهلة الصوفية أما الكلام اللي نحن بنضعن فيك فيكم بسببه ده بتعقادت قادتكم انت ده يعني ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الهدى ممن يطعنون فيهم نحسبهم والله وحسيبه قال ليه الشغل ده بتعجهلة الصوفية يعني تنادي غير الله وتعتقد في المشايخ وكذي ده تدي سؤال تقليب لصي الترابيض الطوالي المزيع ذات بتلفت قل لصي هالبرعي كيف البرعي ده من الجهلة ولا من كبار الصوفية إن قال من الجهلة بكون جغم ليك البرعي شوف البعض براه بكون انتهى من البرعي قبله ده انتهى ما خلاص ما قال لك لا البرعي من القادة قل ليه طيب البرعي قال ما الكلام ده قالوا البرعي قالوا في كتاب ليك سلام مني من صفحة أربعين لأربع واربعين قال كرامة نقل من أزاهير الرياض وقال في أزاهير الرياض صفحة تمانية وتمانين أو مية تمانية وتمانين قال أحمد الطيب البشير عنده واحد جاي خوش معاه في الطريقة والزول ده قال اسمه أبو بكر الجميعابي بعدين قال قال فأقبلناه على الله تعالى ده أحمد الطيب البشير قال أبو بكر الجميعابي ده أقبلناه على الله تعالى قال ثم مات قبل أن يفتح عليه قال أحمد طيب البشير نقل البرعي تجيب ليه تقول له هرايك في أحمد طيب البشير وفي البرعي ديل من عوامة صوفية ومن جهلة الصوفية ولا من القادة بتاعينه تلزمه لكن تدار تشتغل قواسم مشتركة مشتركة إلا مشتركين في السودان بس ومقاعدين في السودان وإنت في السودان تاني مشتركين في شنو النازل في الصلاة ما بيتفقوا معنا والله تقبض هو بيزدل في أي شيء بيختلف معاك في أي شيء مش يقول لك بدقين جاء هو حالقة يسوي حولية يسوي لك حولية أي شيء في الفقه في العبادات في العقيدة في الأخلاق في المعاملات والله وأنا أستغرب الصوفية عشان تعرف الباطل الواقعين في كتير ممن ينتسبون إلى الدعوة السلفية ده الصوفي تلقي طبق منهج الهجر فيك أنت صاحب الحق يشوف كتا يقول لك ده ما سلم عليه ليه وهابي معناه عنده مفتدع يعني ولا ضال مشرك كافر إتا السلفي تلقي يجي للصوفي والقايد بتاعه ويجيبه ويكرمه أنا لاقيت إسماعي العثمان ده هنا دي في الفتحاب ده في مناسبة بتاعة أخواننا دي الناس البخاري وسامو دي العمه ونين مناسبة جابوا إسماعي العثمان وبعدين وقفناه هنا دي في الشمس واقف في الشمس والحمد لله الشمس طقتنا سوا أزوله ويقف وتكلمنا معاه قال قال الدليل على الشدة شنو قلت لها الشيخ أنا دارت هنا أبسط له للبداية ودي تمهيد بعد داقة عشان يقبل كلامي تلها الشيخ قلت زمان تكلموا في التوحيد والعقيدة وجزاكم الله خير لكن الشدة مع أهل البدع والناس زيل وده منهج السلف آيال لي كذفي والشي قال لي منهج السلف الشدة الدليل شنو قال جيب آية ولا قرآن وده يقول آية ولا حديث أظنه قال قال جيب آية ولا قرآن وده لبدك حديث فيه آية حديث حق الرسول عليه الصلاة والسلام وبرض فيه آية حديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هنهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله شنو فاحذروهم فاحذروهم قال لي فقولا له قولا لينا انت فقولا له قولا لينا قلت لا الشيخ دي بفهم أكترنا ولا يد ولا قالوا عليهم موش قالوا لي موسى عليه السلام وهارون آخه موسى عليه السلام وهارون ماشوا قالوا ليه القول اللي وقالوا له القول الشديد انت تحصر بس في اللي وفي اللي ذاتوا اللي مع الصوفية وجد معانا نحن الجماعة ذال بدفروا ها عصبجي والله هاسي وحدين كتبوا عصبج دي الخليهم في النهاية أنا بعلق عليهم معايش بعلق عليهم في ديكتين قالوا عصباجي وليه باقي العصباجية ما طردو عصباجية نحن وليدتو كذا أصبرتو أنا بوريك الدليل على العصباجية أتو فينا والله بوريك الدليل والكلام ده أسأل الله يتقبل ما شغل حزوز نفسه بوريك عصباجية نحن ولا فضيلة شيخنا الإمام هنا العصباجية أنا بوريك الحاصي شنو خلي بعد أن تأتي وابين لك شاء الكلام ما يشتت قلت له يا أخي موسى عليه السلام قالوا ليه الكلام ده قال ليه فرعون قال ليه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا في تفسير السعدي قال ممقوتا مثبورا أي ممقوتا مهلوكا دي ما قال ما فيه شدة قال ليه فرعون هنصاح قالوا ليه الليين وقالوا ليه الشدة قالوا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك دي بتحرقه والسلام على من اتبع الهدى بعد قالوا ليه شنو إنا قد أوحي إلينا أن شنو أن العذاب على من كذب وتولى وهو كذب وتولى ولا ما كذب وتولى كذب وتولى أخو الموضوع ده واضح جدا فإن تتعتز بالتوحيد والله عندك عقيدة صحيحة في الله ويتم أمن بيه ولله الحمد وما عندك شك الرب الإنت مؤمن بيه أول شي واحد ما عنده شريك ولله الحمد الحاجة الثانية ما فزول الليلة من الإنتم عاديون بيقدر جهرة وصراحة إضعن فيه ما بيقدر إلا يلف ويدور وكذي وواء إلى خيره إنت يا أخي اعتزبه ده رب العز والجلال سبحانه وتعالى انت كونوا تقول يا أخي آمنت بربكم فاسمعون دي ما قال الرجل سجل موقف الله جابه في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني والله القرآن دفيه حجج فطرني يعني خلقني ما خلقني واحد طالما الخلقني واحد إبقى أنا بعبد كم بعبد واحد لو خلقوني ستة سبعة تمانية بعبد ستة سبعة تمانية لكن طالما خلقني واحد وقابه عبد واحد ويا أخي الله قال في القرآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم شوف ما قال ما غرك بربك الجبار قال ما غرك بربك الكريم لأنه كريم سبحانه وتعالى البسي ليه بالديه مش الجماعة دين ناس قريش أساء ليه وقبليه قريش من الكفار أساء ليه وقبليه الكفار الفي زمن إبراهيم عليه السلام وبعد إبراهيم لما دعا بدعوته المعروفة التي جاءت في القرآن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر كريم ولا ما كريم الكفر ذاته قال لك بيأكله ها سامش للصوفي والله الصوفي إنت بتأكل الكسرة سلام عليكم عليكم والسلام أنا وهابي قل لك إنت ما وهابي ما في وهابي ما في حاجة يسمى وهابي في كتاب سنة بفهم الصحابة بخلاص قل له أنا في فهم كنينت وهابي ويتأشيخ ما بتنفع ولا بتضر والنوبة دي ما فيها دليل وكذي قل لي الله جيب كسرة لنا أكل معاكم بتديك بسطونا ولا بتديك كسرة ما بتردك في ناس كفروا بأ الله وأكلون دا كفر تباوه ما بأكلك ما بتردك قل لي بأكل بأكل دراويج زيك ما بأكلنا نحنا بأكلنا المسلمين كله ولا بأكل الدراويج بس بأكل الدراويج والناس المعجبين به أنا أرجع لك تاني للقصة جاب الكلام ذا جابه هنا دي في المناسبة البرع نقل عن صاحب الأزاهير وذاك نقل عن أحمد طيب البشير قال زول لمن أقبلناه على الله ومات قبل أن يفتح عليه له أبو بكر الجميعابي قال فما زلت أزوره في قبره وأرقيه أرقيه يعني شنو يعني قاعد يرفع يرقيه شوية شوية كل سنتين وكيل عريف سنتين ملازم كذي دي الترقية بتاعت الشرطة ودي بتكون للحي فيما يتسف الدور رتب كل سنتين ولا أربع سنة لكن دي الميت قاعد يرقي فيه وقال لك قال فما زلت أزوره في قبري وأرقيه إلى الآن والآن له ست عشر سنة ست عشرة سنة ليس الطاير سنة جوة الغبر وده برق فيه قال بلغ اليوم القطبانية والآن القطبانية أداه يا وين والمصيبة الأكبر من دي قال فمن زار قبره سبع جمع لم تأكله النار الكلام دي يا أخي جبت في التلفزيون وجهت سؤال للصوفي ده قلت لها أحمد طيب البشير والبرعي ده من جهلة الصوفية وعوامن ولا من القادة ده بيقدر يجاوب يا أخي صوفية غالبني أخي في مناظرة والله كان تما كوراك ساي بس انت صوفية ده رعاويش ده أوروات ده رعاويش ما عندكن شي تعبدوا الأموات كما بي دليل بغالبني أخي نسأل الله العافية والله إلا أي شاء الله والكلام دوم نقوله تكبر نحن ما عندنا شي ما عندنا شي لسان من الله شفتين خلقنا الله القرآن تكلم الله به مش خلقه تكلم الله به أنزله هو سبحانه وتعالى السنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربي نحن عبيد لله لكن ننشر دين الله تعالى والواجب أن نعتز بهذا الإيمان وبهذا التوحيد وبالعقيدة الصحيحة تنشر في المساجد دي كله تمشي المساجد ديهم مقدمة وانت ما تبدأ لون تعشق طوالي قل لون السلام عليكم يا ناس عليكم السلام كيف تمام؟ الحمد لله الظريفين تمام الحمد لله المروحة دي ما لره أخي كده زيدوه شوي استغربوا الزول ده سباك ولا بتحشنه انت ما شرد تقول لون كده قل لون يا ناس ده أسألكم سؤال ظريف جدا ممكن ولا ما ممكن ها تفضل لو زول كبير في السن قاعد في بيت وزير والديه عامة عشان ما تخرج والديه عامة بيت وزير قاعد وفي ناس جاءتوا بعيد في بيت الوزير الزول العجوز ده بيكون مؤدب محترم ولا بقومي ضارب واكتب ورقة في بيت الوزير يقول ممنوع الإزعاج في بيت الوزير ولا بيسكت ساي ولكا ولدنا اي بيسكت في بيت الوزير ده لازم يكون ظريف وساكت وانتظر الوزير لما نيجي وهادي وعنده سمت طيب أعظم الله ولا الوزير أعظم الله ده بيت منو يا ناس بيت الله بس سووا إزعاج وما تكتب ورقة في بيت الله انتو هناك ما بتكتب ورقة تقدر تشيل ورقة تكتبها جوا ولا بتخاف من العساكر وانتو بتخاف بيت الله تكتب في ورقة ممنوع الحديث له والحديث الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مش الدت المقدمة دي بعد أقول لهم يا ناس سيزول بيجوت عرفو ده عنده خلل لأنه إذا كان في البيت داك ما بسوي إزعاج هنا مفروض ما يسوي شنو إزعاج وانا يا ناس دار أتكلم لكم في كلام ما في اتنين من المؤمنين باختلف فيه وهو العقيدة الصحيحة وأن يتعلق العباد بربهم سبحانه وتعالى الله ذا الرزاق والله الرحمن والله الرحيم والله هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية ذات أشرح عليهم ابن كثير قال فيها عشر أشياء العشر دي دليل على وحدانية الله تعالى بس الآية دي كله أشرح عليهم الحي القيوم ده شنو يعني الحي لا يموت حياته كاملة ده بعدين ما بموت وزولك ده بموت واحد القيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه انت تاني انت مش من الخلق الله قائم بأمرك تاني ما لك ته ماشي لي غير ليه ما تلجأ إليه سبحانه وتعالى فاتبين العقيدة وتبين التوحيد وتحذر من الشرك وتنشر هذا الأمر بين الخلق ليعلم الناس الحق في ناس مساكين كتار قاعدين في المساجد دليل والله ما سمعوا العقيدة الصحيحة ليه لأن الصوفية عمل في الناس حاجتين الحاجة الأولى عظموا لهم أولياءهم الشيخ بيطير بيريك بيدي جنة بيعمل بيعلم الغيب الشيخ أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير ما بعرف لحد ما يقول في كربك أنده بتغيثك جنده قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر والأولياء كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي والأولياء عملوا وأنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمال وأنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها تبين لهم أنا زمان بقول كلمة أنا لقيت لما نظرت لا لقيت الكلمة دي باطلة بقول الصوفية ما تركوا لله شيئا والكلام ده باطل نقول الصوفية شاركوا الله في بعض صفاته لأنه صفات الله أكثر من شنو من الوقع في الشرك لكن شاركوا الله في بعض صفاته وهذه الصفات التي شاركوا الله تعالى فيها بأوليائهم صفة واحدة تكفر من شارك الله في هذه الصفة يعني شارك بالله فيها في امتى المسألة لأنه نقول النازل قالوا الشيخ بيدي الجنة والله بيدي الجنة الشيخ بيعلما الغيب والله بيعلما الغيب الشيخ منفع والله منفع الشيخ بيملك الضر والله بيملك الضر والشيخ وكذي في النهاية زمان كنا من نقول ما تركوا لله صفات كأن صفات الله بس الصفات دي وده ما صحيح صفات الله أوزع مي شنو من هذه الصفات فدي كلمة نتوب إلى الله تعالى من ها دي مسألة انتهى الأمر فيها